كيف يعمل نظام تحديد المواقع جي بي اس نظام تحديد المواقع العالمي Global Positioning System هو شبكة تتكون من حوالي 30 قمرا صناعيا يدور حول الأرض على ارتفاع 20 ألف كيلومتر وقد تم تطوير هذا النظام بالأصل من قبل الحكومة الأمريكية للملاحة العسكرية لكن الآن أي شخص لديه جهاز يدعم هذه التقنية سواء كان هنا سطنك هاتف محمول أو وحدة تحديد مواقع محمولة ويمكنه استقبال إشارات الراديو التي تبثلها الأقمار الصناعية أينما كنت على سطح الأرض هناك على الأقل أربعة أقمار صناعية محيطة بك في أي وقت كل منها يقوم بإرسال معلومات حول موقعه والوقت الحالي في فترات منتظمة تنتشر هذه الإشارات المرسلة بسرعة الضوء وتصل مستقبلك الخاص والذي بدوره يحسب بعد كل قمر صناعي عنه اعتمادا على الوقت الذي استغرقته الإشارة لتصل إليه بمجرد وجود معلومات عن بعد ثلاثة أقمار صناعية على الأقل يمكن لمستقبل تحديد الموقع الخاص بك تحديد موقعك باستخدام عملية التثلية المساحي تخيل أنك تقف في مكان ما على سطح الأرض مع ثلاثة أقمار صناعية في السماء إذا كنت تعرف كم تبعد عن القمر الأول فأنت تعلم أنه يجب أن تكون متموضعا في نقطة ما من محيط الدائر الحمراء إذا قمت بنفس الاستراتيجية مع القمرين الثاني والثالث فعندها يمكن استنتاج موقعك من تقاطع الضوائر الثلاثة وهذا بالضبط ما يقوم بها جهاز الإرسال لديك ولكنه يستخدم كرات متداخلة بدلا من الضوائر كلما زاد عدد الأقمار في الأفق كلما كان جهاز استقبالك أكثر دقة في تحديد موقعك الكثير من الناس يخطئون باعتقادهم أن المستقبل يرسل معلومات للأقمار في الحقيقة هو يستقبل فقط وهذا هو السبب وراء تسميته مستقبل وبعد استقبال المعلومات تتكفل الرياضيات بما تبقى نظام تحديد المواقع والنسبية تحمل أقمار تحديد المواقع ساعات ذرية لتحافظ على الوقت بشكل دقيق إلا أن النسبية العامة والخاصة تتموقع وتتوقع حدوث فوارق زمنية بين هذه الساعات وساعة المتطابقة على الأرض تتوقع النسبية العامة أن الوقت سيظهر كما لو أنه يمشي ببطء تحت تأثير جاذبية أقوى وهكذا فإن الساعات على متن الأقمار الصناعية ستظهر وكأنها تمشي أسرع من ساعة على الأرض على الجانب الآخر تقول النسبية الخاصة بأن الساعات على متن الأقمار تتحرك نسبة إلى ساعة موجودة على الأرض فإنها ستظهر كما لو أنها تمشي ببطء لذلك على شبكة الملاحة الجوية أن تستخدم رياضيات أكثر تطورا لضبط حالات عدم التعيين في أخطاء المعايرة في ساعة المستقبل أو الساعات الدرية على متن الأقمار الصناعية